هذا واستطاعت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط خلال عشرين عاما من صنع التاريخ لتكون محل زهو وإعجاب على مدار عقدين في رياضة السيارات كما حجزت الحلبة مكانة متقدمة في المشهد الرياضي العالمي المزيد مع الزميل عبدالله الحسيني تعتبر حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط حيث تعد أول حلبة في الشرق الأوسط تستضيف بطولة العالم للفورملاوان ففي عام 2004 شهدت حلبة البحرين الدولية أول سباق عندما تم تنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورملاوان لأول مرة على أرض مملكة البحرين مشروع حلبة البحرين الدولية يعد من أحد أهم المشاريع الاقتصادية للمملكة ويجسد الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في وضع مملكة البحرين ضمن مصاف الدول المتقدمة على جميع الأصعدة والدور الكبير لسمو وليل عهد رئيس مجلس الوزراء في تبني هذا المشروع وتعزيز مكانة مملكة البحرين في الأوساط الرياضية العالمية كما يعتبر سباق الفورملاوان أحد المصادر الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات وتوفير فرص العمل للمواطنين وانعاش مختلف القطاعات التجارية وتنشيط السياحة حيث تكمن أهمية السباق الذي تنظمه المملكة سنويا في تعزيز الموارد الاقتصادية للدولة وتنويع مصادر الدخل كما يعتبر السباق وسيلة لتبادل الثقافات وتعزيز الروافط بين مختلف الجماهير العاشقة لرياضة المحركات في أنحاء العالم ويمثل الحدث فرصة كبيرة للتعرف على المنجزات الحضارية التي تتمتع بها مملكة البحرين وما تزخر به من إرث وتاريخ عريق ويأتي استمرار مملكة البحرين في استضافة السباق العالمي للعام الأشرين على التوالي الثقة الكبيرة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات والشركة المالكة للحقوق التجارية بقدراتها في تنظيم السباق بصورة جميلة ومتميزة عطفا على ما تتمتع به حلبة البحرين الدولية من مواصفات عصرية فريدة من نوعها وكوادر وطنية على أعلى المستويات وما تقدمه المملكة من تسهيلات على كافة الأصعدة لتكون أحدى المحطات المهمة التي تستقطب أنظار العديد من الجماهير العاشقة لهذه الرياضة جميع تلك المكاسب الاقتصادية والسياحية والرياضية التي حققتها مملكة البحرين من وراء إنشاء حلبة البحرين الدولية واستضافة سباق الفورملاوان يجسد الرؤية الثاقبة في تبني مختلف المشاريع التي تنعكس على صالح الوطن والمواطنين